تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر سموه خلاله عن بالغ تهنيه بمناسبة صدور الأمر الأميري بتسكية سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله وليا للعهد متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها المزيد من التطور والازدهار والنمو تحت ظل القيادة الحكيمة لسموه ورعاه الله هذا وقد شكر حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أخاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على هذه البادرة الكريمة وحمله سموه تحياته لأخي صاحب السمو الأمير الوالد لدولة قطر الشقيقة الشيخ حمد بن خليف آل ثاني سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليهما بدوم الصحة والعافية وعلى الشعب القطري الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة والنماء شكرا شكرا شكرا